يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم منتخبنا الوطني الأولمبي يفوز على المنتخب الغيني 1-0 ويصعد لنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة هدف سجله محمد شحادة في الديئة 8 عشان مصر تضمن رسمياً المشاركة في أولمبيات باريس 2024 بأداء كبير وأداء مميز على مدار البطولة دون أي هزيمة انتصارين في دور المجموعات وتعادل حتى التعادل بكرر كل مرة كان نفوز مستحق 100% المنتخبنا في هذه المباراة أمام النيجر لو لا سوء الحظ واليوم نفوز مرة أخرى في دور السيمي فاينال أو نصف النهائي ب1-0 عايز أقول حاجة نهاردة منتخبنا يمكن ما عملش مباراة ممتعة وكبيرة وجميلة ولطيفة ولزيزة وهجومية والحاجات الناس بتحبها دي كلها بس الأدوار دي ما تستناش متعة الأدوار دي ما تستناش أداء جمالي تستنى هدف تخطف هدف هدف جميل زي اللي جاء النهاردة محمد شحدة جاء بجولة حلوة قوي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء بكرة ملعوبة حلوة قوي وضمننا المباراة قدرنا نأمن قدرنا نحافظ حمزة علاء النهاردة حارس المرمى عمل مباراة كبيرة جدا كبيرة جدا كل اللاعبين عملوا مباراة كبيرة جدا كل اللاعبين عملوا قطولة كبيرة جدا اليوم ضمننا الصعود لأولمبياد باريس رغم كل الظروف المنتخب ده تحديدا تعرض لظروف صعبة جهاز فني ما بقلوش ثلاث شهور لاعبين يعني مش كلهم بيشاركوا بشكل أساسي مع أفراءهم مش عايز أقول إنه المنتخب نفسه مفهوش مواهب عديدة ولكنه كمنتخب جماعي ممتاز ورائع جدا ولما نقول جماعي رائع جدا عفوا فحنا بنتكلم فيه أداء من الجهاز الفني أداء محترم من المدير الفني ميكالي وجهاز المعاون في سرعة قياسية المتخب ده ما لعبش مباريات ودية كبيرة ما لعبش مباريات ودية عديدة ما تجمعش كتير عشان كده اللي بيحصل في البطولة دي إنجاز وربما إعجاز موضوع في منطقة الصعوبة سيجب جدا من كل ده المنتخب الأولمبي شايل هم ما سبقوه منتخب الشباب منتخب النشئين فكل مستني وكأن المنتخب الأولمبي لازم يقع لا أنتم بشي تعمله حاجة لا أنتم بشي تقف تعمله حاجة حتى الاهتمام بالمنتخب الأولمبي في أول مباراتين ما كانش اهتمام كبير من الجماهير بعد كده قالوا لأ ده منتخب محترم ده منتخب كبير هنتفرج وهنساند هو ده بقى المصر اللي على حق اللي عملته لعبة منتخب مصر في البطولة دي كتير قوي اللي عمله الجهاز الفني كبير قوي كل حاجة رائعة مليون تحية بصراحة هما تخطوا كل السعودات الممكنة يعني ترجمة نانسي قنقر